كونيا دا وزايد توريزمي هاجانو حماس السياحة الفضائية في كونيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلاً وسهلاً بكم مع الدرس العاشر من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب المستوى المتوسط الثاني المستوى الرابع يومان جلاريشين تركشا إسطنبول كتاب بي إكي نحن الآن مع نص الاستماع الثاني من الوحدة الأولى وعنوانه كما نرى كونيا دا في مدينة كونيا وزايد توريزمي السياحة الفضائية هاجانو الحماس حماس السياحة الفضائية في كونيا يقول لنا السؤال متني دين ليلم لنستمع إلى النص ثم أشادك جملة دور إس دي ينش إس يي يظلم الجملة في الأسفل إذا كانت صحيحة نكتب دي إذا كانت خاطئة نكتب ي الآن نستمع إلى النص ثم نجيب عن الأسئلة معا أَصف الحظ صحيحة الفضائية السؤالية موقفة سكره السؤالية الوحافات، توريلوي سهول الشلي السؤالية هو التلفاثية وعلى المغربية تدريبات قلات. سواء المجردين في القناة في القناة من المجتمعات الأولى تتجاهلون، لكن مجردون مجردين على الأرض، مجردون سوف تتطوروا، سوف تتعليلون. التنظيم المجردين في القناة والبوراقات المتعاولة. ويجب أن هذا المجرد يمكنني القناة للقناة في القناة. ستوقف سيارة. كونيا تحت مباشرة لذلك المباشرة لذلك كونيا ولكن كونيا بمقصرات وما يجب أن نجاح أجراء ورقائم وضعيه في هذا المقبل. بأعتقد هذا الشيء الذي كان بالنسبة لكونيا لذلك يوجد كونيا كونيا ومع أن يدير من الأفكار بسبب نفسه. كونيا بمقصر في عدد ما يعمل عرف أكسين التنظر في أجيلة زمن ايضاً سيارة وتنظر إلى أجل المنزل الاشخاص يوم معي وانعاليادا في آخر قبل أعبر أن المسجم المستقبل والمسجم المستقبل experience المستقبل إلى المنزل لأن المستقبل للتعليمي حيث ان المستقبل للشخمكن لن يكون لديك كونيا. لن يكون لديك كونيا لديك كونيا. لكن لن يكون لديك كونيا بشكل جيد. نص الإستماع انتهى . نقرأ الأسئلة . نجيب عليها ثم نقرأ نص الإستماع و نترجمه . السؤال الأول يقول لنا كما نرى . نعم السؤال الأول هذا هو . سيكون لديك كونيا لديك كونيا. السياحة الفضائية مناسبة لجميع الفئات المالية . سيكون لديك كونيا لديك كونيا . ويقندر دورو مو يانلش مو هل هذا صحيح أم لا ليس صحيحا لأن السياحة الفضائية غالية جدا كما قلنا 110 ألف يورو لا تناسب أصحاب الدخل المرخفض لا تناسب إلا أصحاب الدخل المرتفع بوزدن يانلشتر نكتوب يه اكينجي سورو أو السؤال الثاني الجملة الثانية اكينجي جملة إنسانلار أزاي توريزمي إچين كونيا يا جلاجك الناس سوف يأتون إلى كونيا من أجل السياحة الفضائية وهذا سيساهم في تطور السياحة في كونيا وهذا سيحقق مساهمة في تطور السياحة في كونيا هل هذا صحيح؟ نعم الناس سيأتون إلى كونيا من أجل السياحة الفضائية وهذا سيطور السياحة في كونيا إذن دور دور الجملة الثالثة أتونج جملة كونيا دا باشك توريزم تورلري يوك لا يوجد في كونيا أنواع سياحة أخرى تورك كونيا دا في كونيا باشك آخر توريزم تورلري أنواع سياحة يوك لا توجد وهذا السبب فإن السياحة الفضائية مهمة جدا هل هذا صحيح أم خطأ؟ دور ديل يالشتر كونيا دا إنانش توريزمي مواردر في كونيا توجد سياحة دينية نعم اعتقادية يزور الناس قبر جلال الدين الرومي وهكذا دور دنجو جملة الجملة الرابعة توريزم جلال الذين يعملون في السياحة هم منزعجون من السياحة الفضائية دور مو؟ hayır yanlış توريزم جلال ازاي توريزمين جزال بكير مثلا ينظرون إلى السياحة الفضائية بتفاعل لهذا هذه جملة خطأ لأنها تقول أنهم رحصة oluyor أنهم منزعجون لا ليسوا منزعجين بشنجي جملة الجملة الخامسة أزاي توريزمي جلال جكتا ونملئ بالتوريزم سيكتورو ألاجك السياحة الفضائية في المستقبل سوف تكون مجالا سياحيا مهما هل هذا صحيح؟ نعم النص يقول هذا الآن سنقرأ النص ثم بعد أن نقرأ النص ونترجمه سنأتي إلى هنا لنقرأ عن ماذا سوف نكتب موضوعا وعن ماذا سيكون موضوع المحادثة ثم نقول ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ثم نقول لكم الوداع نص الاستماع موجود في الصفحة كم مئة وتسعة طيب نبدأ بالقراءة هذا هو نص القراءة يبدأ من هنا ألوصر الرأس برسياحة أجنتسي أجنتا وكالة وكالة سياحة عالمية ألوصر الرأس عالمية برسياحة أجنتسي وكالة سياحية قلت جاك دونام لردا في المستقبل كونيا دافي كونيا أزاي توريزمينة باشلامك استيور تريد أن تبدأ في السياحة الفضائية في كونيا إذن وكالة سياحة عالمية تريد أن تبدأ سياحة الفضائية في كونيا في الفترات اللاحقة جاك دونام لردا الجملة التالية هذا الخبر حمس العاملين في القطاع السياحي من الآن هذا الخبر شهير داكي توريزمجي العاملين في القطاع السياحي توريزمجي العامل في القطاع السياحي الذي يعمل في المجال السياحي شمددا من الآن هي جان لندرد حمسهم هذا الخبر حمس العاملين في القطاع السياحي من الآن الجملة التالية تركيا سياحة أجنتلري برلي أوياسي أطيلا أوزدمير إذن الآن عندنا شخص اسمه أطيلا أوزدمير هو ماذا؟ هو عضو عضو ماذا؟ عضو اتحاد وكالات السياحة التركية تركيا سياحة أجنتلري وكالات السياحة التركية برلي اتحاد وكالات السياحة التركية وياسي عضو هذا الاتحاد اسمه أطيلا أوزدمير ماذا يقول حول هذا الموضوع؟ كوني لا إلجلي شن لرسويليور كوني لا إلجلي فيما يتعلق بالموضوع شن لرسويليور يقول هذه الأشياء ماذا يقول؟ يقول كونيادا وزايتوريزميا بلماس فكري فكرة القيام بالسياحة الفضائية في تركيا بزي هاجان لندرد حمستنا فكرة القيام بالسياحة الفضائية في تركيا حمستنا جدا كونيادا وزايتوريزميا بلماس فكري بزي هاجان لندرد بسياحة أجرتي يوز أن بين يورو جيبي يكسك بالرقم إذن كلفة هذه السياحة هي رقم عالي مئة وعشرة ألف يورو تقريبا بسياحة أجرتي أجرة هذه السياحة يوز أن بين يورو مثل مئة وعشرة يورو يكسك بالرقم رقم مرتفع جدا يعني بسياحة يكسك بالرقم يعني يمكن لأصحاب الدخل المرتفع أن يدخلوا في هذه السياحة يعني بسياحة إلى هذه السياحة يكسك بالرقم لإنسان يكسك بالرقم لإنسان كونيا يكسك بالرقم لإنسان سوف يطورون كونيا كونيا يكسك بالرقم لإنسان رحلات الطيران كيف ستتم أجوش للرحلات الطيران نصب كيف كونيا يكسك بالرقم لإنسان كيف سنذهب إلى الفضاء في هذه السياحة بنو زمان قسترجك الزمان سوف يعرض لنا هذا وسوف يظهر لنا هذا نكمل أتلة أزدامير بو بروجيا إذن أتلة أزدامير فاصلة أتلة أزدامير هنا هو الفاعل في نهاية الجملة الفاعل هكذا أتلة أزدامير استيور أتلة أزدامير بو بروجيا كونيا هلقن وبروكراتلن دستكبر مسيني استيور أتلة أزدامير استيور أتلة أزدامير ني استيور ماذا يريد أتلة أزدامير كونيا هلقلن أن أهل قونيا وبروكراطلرن والمسؤولين فيها البيروكراطيين دستكفر مسيني أن يدعموا أن يعطوا دعما لهذا المشروع استيور إذن ببعجية لهذا المشروع إذن عطلة أزدمير يريد من أهل قونيا ومن المسؤولين في قونيا أن يدعموا هذا المشروع الجملة التالية وبودرم كونيا ترزمنا بيكت قصة ليجاك فالآن قالوا ونرى و بعد الوا عندنا قوس كما نرى أو علامة اقتباس يعني وكذا كذا متى ينتهي الاختباس؟ ينتهي هنا إكليور يضيف دية إكليور ويضيف ماذا يقول؟ يضيف ويكمل كلامه فيقول يقول هذا الحال سوف يحقق مساهمة كبيرة في السياحة في قونيا هذا الحال كونيا ترزمنا على السياحة في قونيا بيكتك مساهمة كبيرة صلى الله يا جاك سوف يحقق مساهمة كبيرة كونيا ذاتا مولانا سببي لا بالإنانش توريزمي مركزي كونيا في الأصل هي مركز سياحة دينية بسبب وجود قبر مولانا فيها يعني بسبب وجود قبر جلال دين الرومي فيها كونيا كونيا ذاتا في الأصل مولانا سببي لا بسبب مولانا بسبب جلال دين الرومي بالإنانش توريزمي مركزي مركزي هي مركز إنانش توريزمي سياحة دينية الجملة التالية فقط كونيا دا ديار دوال وطاريهي جزلكلار دا ان بلنات شكار مليز لكن علينا أن نظهر الوجوه التاريخية والطبيعية الأخرى لكونيا فقط لكن كونيا دا في كونيا ديار الأخرى دوال وطاريهي جزلكلار جزلكلار الجماليات دوال الطبيعية وطاريهي والتاريخية يجب أن نظهرها على السطح وهكذا يجب أن نظهرها على السطح يجب أن نظهرها على السطح يجب أن تكون معروفة وواضحة يجب أن نهتم بها وهكذا الجملة التالية برأيي هذا الحدث سوف يكون بداية عهد جديد من أجل كونيا برأيي هذا الحدث سوف يكون بداية عهد جديد من أجل كونيا برأيي هذا الحدث سوف يكون بداية عهد جديد في كونيا الجملة التالية بسياهتلالا كونيا'nın فرقل بير يزنه جوسترما فرصة بلاجاز دي اكليور دي اكليور هكذا يضيف ماذا يقول بسياهتلالا من خلال هذه السياحات كونيا'nın فرقل بير يزنه الوجه الآخر لكونيا جوسترما فرصة فرصة عرضه بلاجاز إذن من خلال هذه السياحة سنتمكن من عرض الوجه الآخر لمدينة كونيا دي اكليور هكذا يضيف الجملة التالية كونيا دا سياهة أجنتسي إشلتان عرف أكتشين إسا عرف أكتشين إسا أما عرف أكتشين من هو عرف أكتشين؟ إشلتان الذي يشغل كونيا دا سياهة أجنتسي الذي يشغل وكالة سياحية في كونيا إذن أما عرف أكتشين؟ هكذا أما عرف أكتشين الذي يشغل وكالة سياحية في كونيا؟ نعم ماذا يقول؟ الآن فتح علامة اقتباس وبعد انتهاء الاقتباس ماذا قال؟ ديا سويليور هكذا يقول إذن الآن نقرأ ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ ينليا على الأمور الجديدة أتشك منفتح أصدقاءنا العاملون في القطاع السياحي دائما يفكرون في أشياء جديدة توريزمجي العاملون في القطاع السياحي أصدقاؤنا سوركلي بشكل مستمرين ينليك لار دشنيور يفكرون بأشياء جديدة يفكرون بالتحديثات وهذه الأشياء تتحقق وهذه الأشياء تتحقق مع الوقت برأيه أيضا أن السياحة الفضائية سوف تكون مجالا هاما من مجالات السياحة بانجا برأيه وتزعي السياحة السياحة الفضائية أيضا برسولة سوركلا بعد فترة محددة أو بعد فترة توريزم سكتورون أم لبيردالو ضال فرع يعني فرع مهم أم لبيردالو فرع مهم للقطاع السياحي توريزم سكتورو القطاع السياحي سكتورون أم لبيردالو فرع مهم له هالي نقل جاك سوف تصبحو بهذه الحالة يعني برأيي أن السياحة الفضائية سوف تصبح فرعا مهما للقطاع السياحي الجملة التالية أزاي سياحة أجرة من فازلاء المص سببيلا ولأن السياحة الفضائية غالية جدا أزاي سياحة السياحة الفضائية أجرة أجرتها فازلاء المص سببيلا بسبب غلائها بل كي تشوف فازل إنسان أزاي توريستي أول ما يجاك ربما لن يكون هناك أناس كثر يدخلون في السياحة الفضائية بل كي ربما تشوف فازل إنسان أناس كثر أزاي توريستي سياح فضائيون أول ما يجاك ربما لن يكون هناك كثير من الناس سياح فضائيين كونيا بو إش إچين تشوف فازل كشي غال ما يجاك لن يأتي إلى كونيا أشخاص كثر من أجل هذا كونيا إلى كونيا بو إش إچين من أجل هذا هذا أمر جداً من الأشخاص من أخبالها لكن هذا الشيء لأنك يفعل المثي جميعاً إن أفضل حدث لكن للتفكير بشكل كبير من أجل هذا هو بداية جميلة جداً ولكن هذا الشيء لأنه يفعل المثي جميعاً حتى التفكير بشكل كبير من أجل هذا العمل هو بداية جميلة إذن لكن هنا بلا بمعنى مجرد لكن مجرد التفكير بكونيا من أجل هذا العمل هو بداية جيدة أو بداية جميلة جدا ديا سويليور هكذا قال نص الاستماع انتهى الآن نعود إلى الصفحة الخامسة عشر نعود إلى هنا حللنا الأسئلة ترجمنا النص الآن عن ماذا سوف نكتب موضوعا يقول قسم كتابة الموضوع بير توريست استاعح من أجل أي نوع من أنواع السياحة يأتي إلى بلدكم يأتي من أجل أي نوع من أنواع السياحة أين يمكنه أن يتنزه أين يمكنه أن يتجول يظلم إذن سنتكلم في هذا الموضوع عن الأماكن السياحية في بلدنا هل عندنا أماكن سياحة طبيعية؟ هل عندنا أماكن سياحة طبية؟ هل عندنا أماكن سياحة التسوق؟ ماذا يوجد عندنا من أماكن سياحية؟ نتحدث عنها والسائح عندما يأتي إلى بلدنا ما هي المناطق التي يمكن أن يزورها؟ نتحدث عن هذه المناطق ماذا فيها قصصها وهكذا هذا الموضوع يمكن أن نكتب عنه صفحة ويمكن أن نؤلف عنه كتابا كل بلد فيها منطقة سياحية كثيرة وكل منطقة سياحية فيها قصص كثيرة ومر بها أشخاص كسر وهكذا الآن القسم المحادثة عن ماذا سنتحدث ما هي أنواع السياحة التي جربتموها أن نطلم تحدثوا تحدثوا عن سياحاتكم تحدثوا عن أسفاركم وهكذا الآن قبل أن نقول لكم وداعا إلى اللقاء ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يمكن لأحدكم أن يكون مؤمنا حقيقيا ما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما نقول بالعربية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخرجه البخاري ومسلم قبل أن نقول لكم وداعا يجب أن نسألكم خمس أسئلة أنتم معفيون الأسئلة من الأسئلة الآن فقط في هذا الدرس لا تنسوا كتابة نص الاستماع الاستماع إليه قراءته بصوت عالي كتابة الموضوع عن الأماكن السياحية الموجودة في بلدكم ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم البناء على العناوين الموجودة في مربع الوصف دمت البصمة متراقصة على شفاهكم والفرحة مليئة لقلوبكم ودمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا